شكراً لكم يا أبي صحاك أنت والشباب الآخرين الذين يقفون في خط منحيث فيما يدون لنا والله أعلم أن نمضي أوقاتكم في نقد بعضكم بعضكم وتقولوا فلان آل كذا وفلان آل كذا وفلان آل كذا لأن أولاً هذا ليس من العلم في شيء وثانياً هذا الأسلوب يغيب الصدور ويحقق الأحقاد والوغضاء في القلوب إنما أعلكم بالعلم فالعلم هو الذي سيكشف هل هذا الكلام في مدهجين من الناس لأنه هو أخطاء كثيرة هو مثلاً يحق لنا أن نسميه بأنه صاحب بدعة وبالثالي هل هو مبتدئ ما لنا ولهذه التعمقات أنا أنصح بأن لا تتعمق هذه التعمقات لأن الحقيقة نحن نشكوا الآن هذه الفرقة التي طرأت على المنتسبين لدعوة كتاب السنة أو كما نقول نحن للدعوة السلفية هذه الفرقة الله أعلم السبب الأكبر فيها هو حظ النفس لما رب يشوف وليس أولو الخناف في بعض الهراء الفكرية هذه نصيحتي وهي السورة قاتمة جداً فيما يجري بين الشباب في تسير من بقاع الأرض ولا نشكوا أن هناك منحرفين وهناك مخطئين وهناك مفتدعين لكن أصلحت المواجهة في كثير من الأحاين مواجهة شخصية ومواجهة للقيل والقال مما لا يشعر الشباب ما يترتب على ذلك من إضاعة الأوقات وهي مشكلة مشاكلة وإثارت كثير من الحقد بينهم هذه مسألة لا يتنبهون لها وهم لا نشك أن معهم الحق لكن كثير من الشباب عندما أسألوا كم تحفظ من القرآن يقول لي أحفظ أقل من ثلاث أجهاء كم لك تناقش هذه القضية ثلاث سنوات ثلاث سنوات هم يجلسون جيد مبتدع غير مبتدع كافر غير كافر زنديغ غير زنديغ قال ما قال منحرف غير منحرف وقد يكونوا منحرفا ويكونوا محفظا ويكونوا ضالا يعني هم يظنون إذا جاءه الناطح وقال له ماذا مضيع للأفغاد الأغرب أن هذا يظنون أن الناطح أنهم هؤلاء وهو يريد نصفهم شاب عمره 17 سنة لا يحفظ إلا القليل وهو الآن يناقش في مسائل عميقة جدا قد يعني يتأنى فيها شيخ الإسلام بذن تيمية وتلاميذ ويترى يتنبعها بينما هم يتسرعون إلى مثل هذه القضاعة يعني أنا كثيرا ما أسأل شو رأيك من فلان فأفهم أنه متحيز له أو عليه وقد يكون يعمل عنه من أخواننا وقد يكون من أخواننا القدامى ليقالي ما منحرف أنا غضح السائل يا أخي شو بالداخل بيهد وفكر وعم استقيم كما أمر تعلم العلم هذا العلم سيميزك الصالح من الصالح هو المخطئ من المصيب الآخر ثم لا تحقد على أخيك المسلم لمجرد أنه يعني ما بقول أخطأ بل بقول لمجرد أنه انحرف ولكنه انحرف في مسألة تين تلاتة والمسائل الأخرى ما انحرف فيها فنحن نجد في أيمة الحديث من يتقبلون حديثه وبيقول عنه في ترجرت وإنه مري وإنه خاري وإنه ناصبي وإلى آخره هذه كلها عيوب وكلها ضلالات لكن في عندهم ميزان يتمسكون به ولا يرجحون كفة سيئة على الحسنات أو سيئتين أو ثلاثة على جملة حسنات ومن أعظمها شهادة أن لا إله إلا الله نبحانه ترجمة نانسي قنقر